العلمين واحد مختلف عن العلمين اتنين النسخة الاولى كان مختلف عن النسخة التانية احنا غطينا النسخة الاولى وغطينا النسخة التانية وتابعنا نجاح المهرجانين شايفين اختلاف كان كبير في النسخة التانية عن النسخة الاولى شوفي هو طبعا المهرجان العلمين في النسخة الاولى برضو نجح بشكل كبير ولكن في الدورة التانية حصل استفادة كبيرة من الخبرات اللي تم تكوينها في تنظيم المهرجان الدورة التانية تختلف بانه هي اكتر تنوعا يعني المهرجان العالمين السنة دي كان تحت مظلته ست مهرجانات مختلفة ما بين مهرجان نبتة للأطفال، ما بين مهرجان الطعام، ما بين مهرجان الترفيه، ما بين مهرجان الرياضة، ما بين مهرجان المسرح فالتنوع الشديد ده خلى فيه فرايتي متاح داخل الأسرة الوحدة يعني الأباء والأمهات اللي بيحبوا الأغاني التربية يلاقي مهرجان الموسيقى والغناء بيقدم لهم زي ما قلت حق كده كازم الساهر، مجدرومي وغيرهم، الشباب اللي هم الأظهر شوية هلقي عمر الدياب، هلقي تامير حسني، هلقي حمزة نامرة حتى الأجيال الجديدة اللي هي ممكن أن نقول عليهم جيل المرهقين هلقي وجزة، هلقي كايروكي، مصر إجبالي وغيرهم طوليت طوليت طبعاً حتى لو فيه حد في الأسرة من زويل همم هلقي فيه فعاليات زويل همم وفيه ملاعب مخصصة لهم يقدروا يستمتعوا بهم يستمتعوا بالفعالات بتاعتها فالأطفال هلقي لهم مهرجان نبتة فالتنوع اللي حصل ده كان بيخدم كل الشرايح العمرية اللي موجودة اللي تدعى تشارك في المهرجان وتستمتعوا بالفعاليات فبالتالي كل ده صبف مصلحة الجمهور في الآخر